أهلا بك مجددا أستاذ مصطفى تعددت الأسباب لارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه بهذه الطريقة خلال الفترة الماضية ولكن كانت هناك حملات للبنك المركزي خلال الأيام الماضية أغلق خلالها عددا من مكاتب الصرافة في محاولة للسيطرة على السوق الموازية أو السوق السوداء ما هو تقييمك لهذه الحملات؟ هل استطاعت أن تسيطر بالفعل على السوق مرة أخرى على السوق السوداء تحديدا؟ يعني خليني بسم الله الرحمن الرحيم بداية أننا نفهم قصة الدولار بشكل بسيط الناس بتتخيل أن الدولار ده لا يعنيها في شيء الدولار ده لو ارتفع خمس أروج بس بيكلف ميزانية الدولة 3.1 من 10 مليار جنيه يعني تخيل 3.1 من 10 مليار جنيه أنت بتستورد وردات في السنة ب62.5 مليار دولار لو ضربتها وليكن في السعر الرسمي هتدي لك رقم لو ضربتها في السعر غير الرسمي هتدي لك رقم لو الدولار ارتفع معناها كده أن ننتظر كل السلع في السوق بترتفع ليه؟ أنت بتستورد 70% من ورداتك من الأكل والشرب طبعا أنت أكبر مستورد للأمح في العالم بتستورد الأدوية بالكامل بتستورد مستلزمات الإنتاج والسلع الوسيطة والمصانع وكل القصة دي كلها طيب أنت مما ارتفع الدولار المستورد على طول ما بيتحملش هو التكلفة بيحملها على المستهلك اللي هو المواطن وبالتالي أي ارتفاع في الدولار على طول بيصبح المفروض المفروض لو احنا عندنا حكومة أو رقابة قوية المفروض ارتفاع الدولار يظهر أثره بعد ثلاث شهور يعني بمعنى أنك أنت كتاجر هتستورد دواء محدد أصلا في هذا التوقيت بسبعة جنيه ونص كويس؟ طيب الدولار رفع بسبعة سبعين كويس؟ أنت المفروض العشرين قرش الزيادة دي تظهر بعد دورة الاستيراد بمعنى أن الدواء أنت بتتعقد عليه والمصدر بيبعته لك ويمشي في شاحنات ويمشي ويمشي الشراء أو البيع في الأسواق الرسمية ثابت يعني منذ عدة أشهر ما الذي جعل هذا الهبوط الكبير للجنيه أمام الدولار مؤخرا؟ كويس، أنت الدولار بيرتفع إمتى في المخاطر؟ أو في حالة تانية أنك أنت يكون عندك نقص في الدولار؟ إيه اللي حصل خلالك؟ بكلم كل ده عن السوق السوداء، يعني السعر الرسمي ثابت لا، السعر الرسمي كمان لأنه كان فيه بعد يعني خلال الأربع خمس شهور اللي فات الدول كان فيه بوادر أنك أنت تدخل فيه مفاوضات مع صندوق النقدي الدولي وتحصل منه على قرض بحدود خمسة مليار لكن الصندوق طبعا أفل القصة دي قال لك أن أنا مش هتفاوض مع حكومة غير منتخبة وعايز برلمان وعايز 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 عشان يراقب وعايز حكومة منتخبة عشان تأكد لي أن هي قادرة على سادات هذه المديونات وبالتالي قصة أنك أنت جي البنك المركزي كان سعر الدولار سابت كسعر رسمي حوالي سبعة دنيا وخمس قرش راح رفعوا الكام لحوالي سبعة اتناشر لسبعة تمنتاشر على أساس أنه هو يوصل رسالة للصندوق النقدي الدولي أن أنا خفضت قيمة الدينية أهو وبالتالي أنك أنت أديني القرد ماشي؟ طيب ده السعر الرسمي السعر غير الرسمي أنت عندك بالزبط أنت مطالب كمصر أنك أنت فاتورة شهرية تسددها كده أنت في حدود من ستة لسبعة مليار دولار يعني شهريا بمعنى إيه؟ أنك أنت تطلع من البلد وموازنة البلد سبعة مليار دولار تطلحها للخارج ليه؟ لسوائد الديون؟ لا 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 أنت بتشتري في النهاية عندك واردات خمسة مليار دولار ثم الديون وأقصاتها يعني بتتكلم في مليار مليار ونص شهريا كويس طيب أنت عندك بيجيلك دلوقتي موارد من النقد الأجنبي بتقل وإنت عندك مطالبات بتزيد بتزيد يعني بمعنى إيه؟ أنك أنت الديون الخارجية بتزيد وبالتالي الديون المستحقة بتزيد طيب أنت في مواردك من النقد الأجنبي تعالى بشكل بسيط السياحة ترية تربعين في المياه الاستثمارات الأجنبية اللي بتتكلم عنها الحكومة فين؟ مش لقينه التحويلات المصريين في الخارج تراجعت كويس حتى قناة السويس تراجعت يعني شهر سبتمبر اللي فات كان في حدود ربعمائة وستين مليون دولار مقابل كان في أغسطس خمسمية وواحد مليون دولار وبالتالي برضو تراجعت أنت عندك مصادرك تراجعت كويس ممكن تكون الصادرات هي ما؟ تراجعت خلال الشهور الماضية تحديداً أم أنها متراجعة خلال العام الماضي أو الأعوام الماضية؟ هي متراجعة بنسب سابتة من 3-7 على سبيل المثال بسبب الوضع الأمن 7-2013 بسبب عدم استقرار الوضع الأمني والسياسي طيب ليه حصل الضغطة دي؟ حصل الضغطة المفروض المفروض البنك المركزي مما بيلقى وظيفته مما بيلقى الدولار ارتفع في السوق يروح يضخ شوية دولارات سواء للبنوك أو المستوردين يروح مهدي الوضع طيب البنك المركزي دلوقتي مزنوق مزنوق في إيه؟ أنك أنت مطلوب منك أنت في هذا الشهر والشهر القادم تسدد 6 مليار دولار للخارج دفعة واحدة منهم 2.5 مليار دولار قطر منهم 1.4 مليار سندات دولية منهم 770 أو 700 نادي باريس ثم 2 مليار دولار شركات نفط عالمية وبالتالي البنك المركزي ليه فجأة قدامه أكتر من 6 مليار لازم يسددهم هذه الأيام طيب هل البنك المركزي عنده القدرة أن يكبح المضاربات في السوق وارتفاعات الدولار؟ مش هيقدر لأنك أنت ما عندكش يعني رفاهية أنك تاخد من الاحتياطي وتضخ في السوق عشان تهد السعر عشان كده المضاربين استغلوا هذه الفترة الضعيفة من عدم قدرة البنك المركزي أنه هو يضخ دولار وشعلله الأسعار شعلله الأسعار لمبررات أنت حتى لو مضارب وما فيش مبرر لارتفاع الأسعار مش هيقدر يحرك السوق لأن دي فلوس طيب أنت عندك سبب قوي تاني أن في هذا التوقيت شركات الأجنبية اللي بتشتغل في السوق بتبدأ تحول أرباحها للخارج وبالتالي كمان عندك ضغط إضافي اللي هو أنك أنت زاد مطالباتك كمصر بسداد ديون خارجية الأجنب نفسهم بيحولوا الفلوس للخارج في حاجة تالتة أن التجار قبل نهاية السنة بيتعقدوا على وردات جديدة وبيدفعوا كأن بالزبط أقرأ متى كل العربون هذه الوردات وبالتالي محتاجين دولار عشان يعملوا صفقات استراد ديديدة كل ده ضغط على الدولار عشان كده ارتفع بشكل كمي في ظل المعطيات التي تحدثت عنها وفي ظل الإجراءات التي اتخذاها البنك المركزي هل تتوقع خلال الفترة القادمة أن يستمر الدولار في ارتفاعية أم تستقر الأوضاع إلى حد ما؟ خلينا تكلم على البنك المركزي والمستقبل البنك المركزي بيعمل حملات أمنية بس الحملات الأمنية دي ثبتت فشلها من أيام عاطف عبيد مما كان الدولار بينطل نطة أنت بتقفل شركات صرافة وبتشمع شوية وشوية حاجات ملاحقات أمنية وهكذا وبالتالي الوضع الأمني أو الملاحقة الأمنية بتفشل فيه علاج سعر الدولار أنت عندك نقص تعالج النقص الدولار هيستقر ما تعالجش النقص حتى لو أغلقت كل الشركات أنت دلوقتي بتحاول أنك أنت تبحث عن شماعة لارتفاع أسعار الدولار الشماعة الجاهزة على طول شركات الصرافة بتضارب في السوق طيب أنت لو يعني عملت توازن ما بين العرض والطلب في الدولار ما هي الوسيلة الوحيدة أن البنك المركزي وكل البنوك المركزية بتعملها في العالم حصل عندك البنك المركزية أو البنوك المركزية بتحط سعر غير معلن وده بيعتبر في قمة الأسرار أن الدولار مقابل العملة المحلية كويس إذا تم التجاوز ده البنك المركزي ينزلك بشكل سريع يضخ دولار وعشان كده احنا كنا كل شوية بنسمع أن البنك المركزي ضخ مليار دولار في السوق ضخ 500 مليون دولار أنت عندك نقص في البنوك والمستوردين محتاجين أنت بتدي البنوك عشان تدي المستوردين المستوردين دلوقتي أنت بتروح تقول للبنك أنك أنت عايز دولار عشان يستورد يقولك لا ما عنديش هم هو بيضطر يعمل بيلجأ للسوق السوداء عندك حاجة تانية غير معلنة وده لو أنت تكلمت فيها تتكلم بشكل كبير جدا تجار السلاح وتجار المخدرات بيحتاجوا فلوسهم كاش يعني كاش ايه هو مش هيستورد مخدراته السلاح من خلال البنوك وبالتالي بينزل يقول لشركات الصرافة أنا عايز منك وليكن عشرة مليون دولار إجمعيلي من السوق عشرة مليون دولار دي بتعمل ضغط على السوق في وقت يعني كبير لو سواء تاجر السلاح أو مخدرات بينزل على شركات الصرافة بيطلب منهم هذا الرقم ده برضو بيشعلل أحد أسباب أن يشعللك الدولار بشكل كبير في بعض التوقتات يعني أنت أحيانا يعني تستغرب أن طيب ما فيش طلب إضافة على السوق وفيه استقرار في الموارد زي السياحة والحياة دي طيب الدولار بيرتفع بشكل كبير جدا بتلقى أن بتوع المخدرات والسلاح طلبين كمية كبيرة من تجار العملة يوفرها له طيب الأثار التي تظهر على الأسواق أستاذ مصطفى من خلال زيادة أسعار السلاح وغيره هل تظهر بشكل مباشر في وقت قريب أما أن الأثار يمكن أن تظهر بعد عدة أشهر من هذا الارتفاع المفاجئ في أسعار الدولار ده صحيح أنا زي ما قلت لحياتك فيه حاجة اسمها دورة مستندية بيعملها التاجر بتستغرق ثلاث شهور بمعنى أنك أنت التاجر أول ما يفكر يتعاقد على استيراد سلعة جديدة وليكن أمح أغزية دي سكر اللي هي الحقيقة اللي احنا بتستوردها مصر المسألة دي الدورة دي بتاخد ثلاث شهور المفروض في حالة ارتفاع سعر الدولار في نوفمبر الأسهر بتاعه يظهر في فبراير كويس لكن بسبب جشع تجار بسبب عدم رقابة السوق التاجر أول ما يرتفع سعر الدولار بيحمل على المستهلك السعر من الآن من اليوم وبالتالي أكبر يعني أكبر رابح في القصة دي كلها بيكون المستورة حتى بيحمله على السلع اللي موجودة عنده على السلع القائمة وليس السلع اللي المفروض سيستوردها بأسعار أغلى كويس وبالتالي أنك أنت لو عندك رقابة على الأسواق قوية جدا وأنك أنت عندك قوانين بتنفذ لا أنت ما ترفع ليش سعر السلع غير بعد ثلاث شهور تكون الدولة في هذا التوقيت خادت إجراءاتها بمعنى إيه؟ أنك أنت بتزود وليكن في التاجر هيزود سعر السكر في شهر فبراير أنت كدولة من خلال شركة القبضة ووزارة الاستثمار ووزارة الصناع تنزل تغرأ الأسواق قبل فبراير بالسكر أو الدقي أو الزيوت وبالتالي تضرب أي محاولات من التجار أن يستغلوا هذا التوقيت في رفع الأسعار لكن مصطفى هل يمكن الحديث عن رقابة حكومية في ظل الاقتصاد الحر؟ لا أنا ما بتكلمش عن أنك أنت تيجي تقول لي إيه؟ أنك أنت تفرض أسعار جبرية دي قصة فشلة ولكن أنت مما تيجي تقول للتاجر أنك أنت وليكن هتكسب تلاتين في المية ليه؟ تعال قل لي وهل بتدفع ضريبة على التلاتين في المية دي ولا لا؟ ماشي دي حاجة الحاجة الثانية أنك أنت الحكومات الزكية بتعمل إيه؟ هي يعني متوقعة في شهر مارس القادم أو في شهر أبريل القادم أن في موجة ارتفاع في الأسعار بسبب الدولار الارتفع في نوفمبر ماشي؟ الحكومة الزكية بتعمل إيه؟ بتروح مغراءة لسوق بمنتجات من شركتها من وزارتها من الإنتاج بتاحها أو بالتالي أنك أنت في هذا التوقيت أن يعمل توازن في العرض والطلب الحتة الثانية التي كنت بتسأل عليها في مسألة أنك أنت هل الدولار هيواصل ارتفاعه؟ ممكن أو ممكن لا بمعنى أنك أنت لو الدولار حصل نقص مستمر في الدولار حصل استمرت المشكلة في السياحة استمرت المشكلة في الاستثمارات الأجنبية أنك أنت حصل تراجع في إرادات قناة السبس على سبيل المثال في الحالة دي هيستمر ارتفاع الدولار إذا جت لنا معونات من الدول الخليج واللي يكون من السعودية قاطر على سبيل المثال مادة وده وده كلام يعني بيقال أن أجلت سداد القرد أو الوديع بتاعتها وأن أجلتها فترة تانية وبالتالي ده هيريح الدولار طيب ابقى معي أستاذ مصطفى ونشرك معنا عبر الهاتف دكتور زكريا مطر الخبير الاقتصادي دكتور زكريا كيف تتابع ارتفاع الدولار بهذا الشكل وكيف تقيم أيضا تدخل البنك المركزي والإجراءات التي اتخذها الأيام الماضية بسم الله الرحمن الرحيم والله أنا طبعا بعد الأخ مصطفى يعني محدش عارف يتكلم تحياتي لي أولا هو قال حاجة قال له الحكومة الزكية قال للحكومة الزكية قال للحكومة الزكية هل في حد بحارب الإرهاب وعاوز يزود حصلته من العمر الصعبة مفيش سياحة ومفيش استثمار في وجود إرهاب بلد فيها إرهاب مش هتيجي فدي حكومة زكية ما أعتقدش أنها زكية الحاجة التانية بقول معونات الخليل أنا أذكر بأن البترول انخفض بـ 30% ولأول مرة السعودية تسحب من احتياطيها 13 مليار وبدأوا يرفعوا الدعم في السعودية والكويت والإمارات تعاني ضائقة أصبح نظام السيسي عب على الخليل فهم يعني هما زي ما يكون بالنسبة لقطر بيرجو قطر إنها ترقف بي وتمد فترة السداد أما بالنسبة للبنك المركزي في الحقيقة هو البنك المركزي حيجيب منين يعني إحنا عندنا مطار الدخل قناة السويس السياحة للسيسمرات يعني المنح إلى آخرة ما بتجيش فالبنك المركزي حيجيب منين هو كان بيكون شوية بنزل حفة معينة عشان يعمل توازن معندوش اللعبة مع شركات الأموال لأنه المستوردين لا يأخذوا من البنوك إلا أو البنوك المخصص العملة الصعبة للسلعة الأساسية فبيضطر المستوردين أن هما ينزلوا في السوء يشتروا الحكومة بتنزل تشتري الحكومة أحد التجار في السوء السوداء فلا يمكن أبدا أنه الدولار حينخفض أنا متأكد يعني معلش مع احترام الأخ مصطفى لن ينخفض الدولار مصر شبه مفلسة يا جماعة علينا ديون 2 مليار ديون داخلية حوالي ما يقرب من 50 مليار ديون خارجية عندنا طلبات عندنا مفروض العبء اللي عليه اللي هو بيسدده للجيش وبيسدده إلى حملاته اللي بيعملها الليبيا وبيعمل حروبه الدونكي شوتية لن ينخفض الدولار نتجه إلى مأساة نتجه إلى مأساة الوقت كان يقول دكتور زكريا أن الدولار ارتفع مرات ومرات سواء الأيام الماضية أو الشهور الماضية أو حتى أيام حكم الدكتور محمد مرسي ارتفع إلى نسب كبيرة ثم عود الانخفاض مرة أخرى بعد تدخل البنك المركزي نحن نتحدث تحديدا عن الارتفاع والانخفاض داخل السوق الموازية أو السوق السوداء ولكنه سعره ثابت سواء للشراء والبيع في البنك المركزي يا سيدي الفاضل البنك المركزي يتصرف فيما عده من احتياطه اللي موجود في البنك المركزي من الاحتياطه الآن في حدود 16 مليار نحن ملزمين بسداد 11 مليار قطر لها 2.5 مليار تركيا لها مليار ليبيا لها 2 مليار عندك النادي باريس وعندنا إصطاقة إلا أي دولة خالجية اللي بدونها بمليار و200 مليون كل شهر لو في شهر مدى 12 هتبقى كارثة فهنا نحن بنقول بنك المركزي حيدفع منين كان أيام نورسي وما قبله كان في استقرار في مصر ليس فيها استقرار رجل بيتصرف بشكل جنوني بيشتبك في حروب لا ناقة لنا فيها ولا جمل بيتهم كل مصر بالإرهاب كيف يأتي الانستقرار أو في كل الأحوال يا دكتور زكريا يعني قصة الحروب الحكومة المصرية أو المتحدث باسم الخارجية نفى مشاركة في حروب في ليبيا أو غيره وفي النهاية ناقش حضرتك في التقرير الذي خرج من كريدي سويس تقرير الثروة العالمية الذي قال أن مصر تعتبر ثامن أسوأ دول العالم في توزيع الثروة ما دلالة هذا التقرير وكيف تقرأه دكتور زكريا مطر نحن عندنا في حاجتين حاجة اسمها عادلة التوزيع اللي هو عوائد التنمية توزع على الناس وفي إلجاب أو الفجوة بين الغني والفقير إحنا عندنا كان مفروض إنه عشرين في المية أو أقل شوية بيستحوزه على كمينين في المية من السروة كويس؟ هذا يؤدي إلى تهديد السلم الاجتماعي وتهديد الاستقرار اللي هو التفاوت بين الغني والفقير والفضوة بتزيد لأنه الرظام السيسي يعمل على زيادة غنى الأغنياء وزيادة فقر الفقراء كل العبء ملقى على الفقراء الأسعار ورفع دعم الطاقة هذه كلها على الفقراء انظر إلى ما يتم بالنسبة لرجال الأعمال بيتم معهم إيه؟ ومحابتهم انظر إلى الشركات لو نظرنا إلى الشركات وشركة 6 أكتوبر اللي هم عطوهم 300 واحد فدان شبه مجانا وتنزلوا عن 3 مليارات هناك محاباة ودعم للأغنيات لتزيد الفقراء وهذا في الحقيقة ينظر على المستقبل بأشياء أرجو أن لا تحدث شكرا لك أشكرك شكرا جزيلا دكتور زكريا مطر الخبير الاقتصادي كنت معنا عبر الهاتف وننوه مشاهدين إلى هذا الخبر العاجل مصادر للجزيرة مباشر مصر حريقة بمستشفى العياط التهم عددا من المعدات وهو الثالث من نوع حريق بمستشفى العياط بالجيزة التهم عددا من المعدات وهو الثالث من نوعه ونضم إلينا عبر الهاتف معتصم أحمد شاهد عيان من العياط أستاذ معتصم ما الذي حدث نحن سمعنا أنه في حريق حائل في مستشفى العياط فتروح في نجزة ونفكة نجزة فطبعنا أنه في سؤالة المخسلة جاءت المستشفى حريق حائل بسبب ماسك كهربائي التهم جميع المعدات الأولى بسبب أن كان فيه لس كتير بيبغيشل فالتهم جميع الغسرات كان خمسة غسرات التهمهم هديه مش المرة الأولى دي مرة التالتة حصل مرة في الأبداية بستمت السيطرة عليه دي مرة التالتة اللي حصل وده بيرجع بسبب مجالي اللي فرحها هناك في مدرون مستشفى مجالي منصوب هزاب المرابي زرع ندوب فقدت إلى هزر المناسب سمع تصم تقول إن الحريق بسبب ماسك كهربائي بسبب ماسك كهربائي هل هناك إصابات في صفوف العمليين أو ما شابه؟ لا حتى الآن مفيش هم حاولوا سيطروا على الحديث هو التهم جميعنا في أوضع وهو فيه كلام يقال إنهما بيحاول يوضيه الحديث لعمال مجولين عشان يبعدوه عن الإهمالهم ويبعدوه على اللي هما بيقومونهم صفحة عن عدم الاهتمام خالص دي مرة تلك اللي حصل فيها الكلام ده شكراً جزيلاً وقتصم أحمد شهد عيان كنت معنا من العياد قال عدد من المواطنين إن ارتفاع الدولار أثر سلباً على حياتهم المعيشية وسهم في غلاء الأسعار رمضيق الحال وقلة الموارد حسب قولهم وذه عينة من أراء الشارع حول أثر ارتفاع الدولار على الحياة المعيشية طبعاً المعاشي أليل معاشي مقضي مثلاً في الغلاء دهوت اللي بنسبة للأسعار العيشي لأن الجاي مش مقضل اللي هو بالصرف أو بالسدد أو الأنبوبة الغذية اللي احنا بنتخانق عليها ليلة النهار قدام العربية أو الرغيف العيشي اللي بنقب في الطبور تصرف البلد جهت زفت وما يبقش باي خير بدلل أن الدولار سعره زاد وهيطل عن ذلك أن السعر البنزين والمعادة الغذية هتزيد والناس مش هتلاقي تأكلوا هتعرف تجيب نحن مش عارفين للمهم منتج من ارتفاع الدولار ومن ارتفاع الصرار ارتفاع الدولار مأثر على اقتصادنا كأسير كبير جداً 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 لدرجة أن الواحد كيلو الطناطم اللي بيشتريه مأثر على الدولار كل حاجة جامل الصورة المبرة بتجيب الدولار وعود مشاهدين إلى ضيفنا الأستاذ مصطفى عبدالسلام رئيس القسم الاقتصادي بصحيفة العربي الجديد دعنا نتوقف أستاذ مصطفى عند تقرير الثروة العالمي الذي صدر لكريدي سويس والذي قال أن مصر هي ثامن أسوأ دول العالم في توزيع الثروة طبقاً لما نشرته أصوات مصرية التقرير قال أن أغنى واحد في المئة من المصريين يسيطر على ثمانية وأربعين في المئة من دخلها كيف تقرأ هذا التقرير ده صحيح يعني خليني بس قبل ما أتكلم على تقرير كريدي سويس أتكلم على الدولار السنة الجاية واللي بعدها لأن دي مسألة في منطقة الخطورة أنت بتتكلم على السنة دي أو خلال الشهرين دول مطالب بأكتر من ستة مليار دولار تسدتهم خلال هذه الأيام طيب لو إحنا حلت ديون على سبيل المثال الإمارات الإمارات مديانة تسعة مليار دولار عشان نشتري بيهم نفط ماشي حلت هذه الفلوس طيب لو حل دين السعودية دين الكويت اللي دههم لنا بعد الثلاثة سبعة لو حلت ديون توركيا وليبيا كويس لو حلت السندات الأمريكية أنا بتكلم على التوقعات زي اللي عملتها أكونومست أنك أنت قد تتجاوز سبعين مليار دولار ديون في 2015 طيب حسدتها منين أنت بتتكلم بشكل مستمر إرهاب وأننا بنحارب الإرهاب ماشي فيش مشكلة أنك تحارب الإرهاب لكن الإرهاب مع توسعه تفش لك السياحة تفش لك الاستثمارات الأجنبية لأنك أنت دولة غير مستقرة بل بالعكس أثر لك على تحويلاتك من الخارج لأن ليبيا واللي بيحصل فيها بدأت أنك أنت بعض الأطراف داخل ليبيا لأنك أنت حبيت طرف على حساب التاني بدأت تدايق العمال المصري وبالتالي حتى التحويلات المصرية العاملين في الخارج اللي كانت تمثلك حوالي 20 مليار دولار برضو هتقل وبالتالي مع أزمة الطاقة أنت داخل دلوقتي على أنك أنت تستورد غاز من إسرائيل بـ 6 مليار دولار هتدفعه إزاي وبالتالي القصة دي كلها أنت متخيل أنك أنت لو هترسم مستقبل مرعب في ظل استمرار الأوضاع دي يعني مستقبل مرعب بجد بمعنى أنك أنت ما فيش دولار ما فيش نأدى أجنبي ومستمر في هذه المسألة قد تستمر فترة كبيرة أرجع فقط يعني قبل أن ننتقل نعزي نقطة دكتور زكريا مطر الخبير الاقتصادي عزي كان معنا عبر العديد فقال أن مصر شبه مفلسة هل تتفق مع التوصيف الذي قال لهم دكتور زكريا لا طبعا ده ده بصوصية سيد الدول لا تفلس وخلينا بس وقعين ولا نبالغ في هذه المسألة الدول لا تفلس لأنك أنت عندك يعني مصر ما شاء الله ربنا حباها بي موارد ممكن تكون أنك أنت تجيب دهب يعني أنت متخيل لو السياحة دين تعشت دي السياحة دي أصلا لو انت حشت الشيط الوحدية هتسدد لك دين دينك الخارجي وانت مرتاح وهتسدد لك كمان ورداتك نعم أنت بتكلم فيه كان فيه خطة أنك أنت نجيب منها عشرين مليار دولار لو قناة السويس اتعمل مشروع متكامل بي خدمات وبالجوستية بي بي كان هجيب لك عشرين مليار دولار وانت مرتاح وبالتالي لو انت عندك وليكن تسعين مليون بيأكلوا واشربوا في مصر وبالتالي أي استثمار في مصر هو استثمار مربح القصة دلوقتي انك انت تعمل ازاي ده كله انك انت تعمل استقرار امني تعمل استقرار سياسي تتوقف عن مسألة انك انت تصدر فكرة الارهاب للعالم يعني خلاص يعني انك انت تقود مكافحة الارهاب نيابة عن العالم دي هتضرك يعني اذا كانت دي نغمة كويسة للغرب وحاجة ظريفة وبتاع بس انت بتضرك داخليا بشكل قوي انت بيتهرب منك بمناسبة الحديث عن السياحة استاذ مصطفى ونحن مقدمون على موسم الكريسمس وعياد رأس السنة ما هو تأثير التراجع السياحي على دخل مصر من الدولار كلا لذي الفترة كويس انت بتتكلم مصر المفروض تكسب في السنة او اراداتها في السنة من السياحة 13 مليار دولار كويس ده النسبة كانت مقابل ايام الرئيس مخلوق قصد المبار يعني ده 13 مليار وكان متوقع انك انت في ظل بعض التطويرات انك انت توصل لل20 مليار انت لو خدت العشرين مليار دولار دول يعني انت هترتاح بيهم بشكل لا انا دلوقتي اللي بيحصل في سينة كويس والقلق اللي بيحصل في سينة ثم وسائل الاعلام والارهاب وانا عارف يوها كذا وبالتالي انك انت حتى بتدي صورة ذهنية للعالم الخارجي ان البلد دي كلها مليان ارهاب زائد انك انت بتضيف ليهم كمان الحراك الشعب اللي في الشارع انه دولت ارهابيين يعني انت بتتعامل كخارج مع هذه الدولة ان كلها ارهابيين وبالتالي انت بتضر نفسك من حيث لا تعلم يعني ده الرسالة المفروض النظام المصري يدركها انت بهذه المسألة ومبالغة وسائل الاعلام بتضر نفسك بتضر انك انت ما بيدي لكش دولار وبالتالي الوضع الطبيعي او اللي بيترتب عليها ان انا بلف على ده وعلى ده وعلى ده عشان اخد دولار عشان نسد ديونه في الخارج نيجي المسألة حياتك التقرير بتاع كريدي سويس التقرير بتاع كريدي سويس يعني هو صادق لبساطة انت عندك سورتين في مصر بحجم سرواتهم 25.5 مليار دولار ولو ضربتها في 7 هتتعدى مش عارف حوالي 150 مليار جنيه وبالتالي انت عندك سورتين يمتلك اكتر من الموازنة المخصصة للتعليم والصحة هو تقرير تحديد اغنى واحد في المية من المصريين بيسيطر على 48.5% من داخل عائلة سويرس ولتا لو ضفتلها كمان عائلة منصور هتلقى ان هز الاتنين زي ما بيقولك بيسيطروا على 60.70% من السروة في مصر تتكلم على عائلة سويرس انت تتكلم في حوالي 11 مليار دولار ولا حق يعني لو جمعت العائلتين مع بعض 25 مليار دولار اللي هي عندهم ما يكفي لسداد ديون مصر نص ديون مصر الخارجية مرة واحدة يعني ده للأسف نتاج عوامل من تحالف سلطة مع رأس المال تحالف للأسف استغلال رجال الأعمال وسيطرت بعدهم على مشروعات وعلى أراضي الدولة تم تتكلم في راديو الأعمال في الغرداء بيمتلك 40 كيلو متر يعني ده 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 نظام جنوني إنك انت تد واحد 40 كيلو متر إنك انت وتقوله يلا بدولار وقصت على 7 سنين يعني أنهي توزيع السروع في مصر يعني شكرا شكرا جزيلا الكاتب الصحفي الأستاذ مصطفى عبدالسلام رئيس القسم الاقتصادي بجريدة العربي الجديد كما شكرا شكرا